حالة تأهب قصوى الجيش الأمريكي يستنفر قواته رداً على أي هجوم محتمل من قبل ميليشيات في العراق تتبع إيران تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق الخليج ثاني مهمة من نوعها في أقل من شهر للتأكيد على التزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط خطوة وصفت بأنها رسائل ردع لطهران واستعداد لأي طارئ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قال لصحيفة بوليتيكو إن واشنطن تهدف إلى تنبيه إيران من عواقب اتخاذ أي إجراء عدواني ضد القوات الأمريكية أو قوات التحالف في المنطقة معتبراً أن أمام إيران فرصاً كثيرة لاستغلالها وشن هجمات بينها الانشغال الأمريكي بعملية الانتقال الرئاسي التي باتت قريبة وانتحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وكذلك الذكرى القادمة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية أوائل يناير الماضي فضلاً عن مقتل خبير نووي إيراني أخيراً هذه جميعها وفق المسؤول الأمريكي عوامل تجعل من الحكمة اتخاذ وضع دفاعي قوي حالياً في المنطقة خاصة بعدما نوها مسؤولون إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تحركت إلى مستوى أعلى من الاستعداد في الأيام الأخيرة ما أثار مخاوف من نيتها شن هجمات على القوات الأمريكية هناك أو على مواقع ديبلوماسية تابعة لواشنطن تطورات تتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتقليص وجودها الدبلوماسي في العراق فبحلول الخامس من يناير المقبل سيتم سحب 2200 جندي أمريكي ترجمة نانسي قنقر